انا يأتي النادي زعلان وكان عندنا براوية كاظمة اساسا نفسيا مو مهيئ انت مو مهيئ فقال لي راح تلعب باك يسار فانا قلت لها مرأة عب باك يسار قال لي لا شلون واحنا متمرنين وانت تفيدنا وشذي وراح تسوي جبهة وكاظمة ما يهاجمون من جهة اليمين فانا بيك انت تهاجم من جهة الاسار والتفاصيل هذي قلت له لا مستحيل راح لأ قال لي شلون قلت له انا اقعد احتياط في مركزي وما اللعب اساسي في مركز تاني قال لي شلو مركزك اساسي لشان افكر لشان اقول له جراح يميد لشان يقول جراح يميد سيد تراوري يعني احسن لعب الفريد والمحترف الاهم يعني ايه بذاك الوقت سيده صحيح قال لي تصير احتياطه سيده وانا تلحب قلت له عادي اصير احتياط مهاجم خلاص قفلت ايه بذاك اشتركوا في القناة